السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير منكم شاهد فيديو إشارات المرور سواء باستخدام الكلاسيك كونترول أو باستخدام البي أل سي لكن في هذا الفيديو راح نتكلم عن مبدأ عمل إشارات المرور لتخاطع يحتوي على أربع إشارات مرور باستخدام البي أل سي لكن قبل أن نبدأ في الفيديو الرجاع عمل لايك للفيديو وأيضا مشاهدة الفيديو إلى النهاية وبالإمكان دعم القناة مادية من خلال ميزة ثانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو من أجل تطوير معدات ومحتوى القناة إشارة المرور الضوئية هي أداة توضع في تخاطعات الطرق لتنظيم حركة السيارات والمشاة بشكل آمن عن طريق استخدام أضواء ملونة تبعا لنظام المتفق عليه عالميا وجميع ألوان إشارات المرور سمى اختيارها بشكل دقيق لتسهيل تمييزها من قبل المصابين بعمل ألوان ينبغي أن تكون أجهزة إشارات المرور في المواقع الصحيحة وإلا فإنها قد تسبب تأخرا أو اكتظاظا وتشجع السائقين أو المشاة على تجهل تلك الإشارات وينبغي أن تكون الأجهزة والوسائل الجديدة المستخدمة للتحكم في حركة المرور مبنية على أسس هندسية سليمة إن مبدأ عمل إشارات المرور الضوئية تكون على أساس الدواء المنطقية لذلك في هذا الفيديو سنتطرق على كيفية عمل إشارة المرور لتقاطع مكون من أربع طرق رئيسية وكل طريق يحتوي على إشارة مرور الضوئية منفصلة عن الطريق الثاني بحيث نضمن حصول تصادم في الإشارات الضوئية مثل ما ذكرنا إن إشارات المرور مبنية على أسس منطقية فلذلك إذا حاببين نعمل فيديوك عن كيفية عمل إشارات المرور بطرق المعادلات الرياضية اكتبونا في التعليقات مبدئيا إن إشارة المرور لأربع شوارع راح يكون هناك من احتمالات لأن كل إشارة تحتوي على ثلاث ألوان وبما أنه هناك أربع شوارع راح يكون هناك ثمان احتمال حسب نتائج الحسابات المنطقية وكل لون من كل إشارة مربوط على مخرج ديجيتال حتى توضح الفكرة أكثر تم توزيع إشارات المرور على الاتجاهات الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب بحيث كل اتجاه فيه إشارة مكونة من ثلاث ألوان اللون الأحمر والأصفر واللون الأخضر وكل لون من هذه الألوان أخذ مخرج ديجيتال من مخارج البي ألسي وبما أن مخارج البي ألسي من نوع S7-1214 مكون من عشر مخارج ديجيتال لذلك تم إضافة كرت مخرج ديجيتال على الـ CPU حتى يتم تغطية كل هذه الألوان من إشارات المرور أيضا تم استخدام مدخل الديجيتال I0.0 والI0.1 للتشغيل والإطفاء من أجل صيانة المنظومة في حال حدوث عطل أيضا تم استخدام المتغير ميموري بعنوان M0.0 ليتم خزن حالة التشغيل وحالة الإطفاء من أجل استخدام هذه الحالة لتشغيل وإطفاء جميع المنظومة حتى توضح الفكرة بعد أكثر تم استخدام هذه الأدريسات للتحكم في الإشارات المرور تم استخدام I0.0 والI0.1 للتشغيل والإطفاء وأيضا تم استخدام M0.0 لخزن حالة التشغيل يعني إذا تم تشغيل المنظومة راح تخزن في M0.0 وإذا تم إطفاء المنظومة أيضا راح تخزن في M0.0 وأيضا تم ربط كل لون من كل إشارة مرور على المخارج الديجيتال اللي مبينة في هذا الجدول وكلها من نوع ديجيتال بالنسبة لحالات إشارات المرور مثل ما ذكرنا هناك ثمان حالات مثل ما تلاحظ الحالة الأولى إلى الحالة الثامنة وكل حالة راح تعطيك نمط معين من إشارات المرور فتم ترتيب إشارات المرور بهذه الطريقة الشرق والغرب والشمال والجنوب وأيضا مثل ما تلاحظ على سبيل المثال الحالة الأولى راح يكون باللون الأخضر لون أحمر لون أحمر لون الأحمر أما الحالة الثانية راح تكون باللون الأصفر والغرب راح تكون باللون الأحمر أما الشمال راح يكون باللون الأصفر والجنوب راح يكون باللون الأحمر بعد ذلك راح يتحول للشمال بدل اللون الأصفر راح يتحول إلى حالة اللون الأخضر كل هذا استخرجناه من خلال حسابات متعلقة بالدوال المنطقية لذلك إذا حابين فيديو منفصل عن كيفية استخراج مثل هذه الاحتمالات اكتبونا في التهليقات ونفس الطريقة راح تستمر مع باقي الحالات راح ننتقل إلى برنامج T-Portal حتى نشوف مبدع عمل إشارات المرور لأربع شوارع بشكل مفصل بالبداية استخدمنا PLC 1214 بما أنه 1214 يحتوي على 10 مخارج ديجيتال مثل ما تلاهب وبما أنه عدد الألوان لكل الإشارات هو 12 لون لذلك تم استخدام كرت ديجيتال من نوع Output حتى نغطي كل الألوان لكل الإشارات بعد ذلك استخدمنا الPC Station حتى نستخدم الHMI كRun Time أو الواجهة سكادة بشكل أفضل بعد ذلك ربطنا مع PLC من خلال البروفي نيت واجهة سكادة حتى نصممها بطريقة احترافية ونشغل المنظومة كRun Time على الPC حتى تكون الفكرة واضحة للمشاهد ونلاحظ مبدع عملها بشكل مفصل بعد ذلك بنينا الكود البرمجي فمثل ما تلاحظ النيتورك الأولى استخدمنا دائرة تشغيل عادية حتى يتم تشغيل M0.0 والM0.0 هو راح يقوم بتشغيل كل النيتورك اللي موجودة ضمن هذا البرمج هذا الكود مفصل ويحتاج له فيديو أو فيديوين حتى نشرحها بالتفصيل إذا حابين نشرح المخطط بشكل مفصل وكيفية عمله بالتفصيل اكتبونا بالتعليقات حتى نشوف المهتمين في هذا المجال لكن الفكرة بشكل عام هي على أساس التايمارات والأمور الديجيتال سواء On-Boot أو Out-Boot وكل هذه الأمور شرحتها في الكورس واستخدمنا تايمارات من نوع On-Delay والتايمار تم شرحها بالتفصيل على قناتنا في اليوتيوب بعد ذلك عمل التاقات حتى يكون هناك سهولة بالربط بين المخطط السلمي اللي برمجنا به البيالسي أو لغة لادر اللي برمجنا به البيالسي وبين الواجهة اسكادف أيضا عملت تيبل حتى أضيف التاقات وكل أدرس عملت له تسميم وشرحت كيفية عمل التاقات بشكل مفصل على قناتنا في اليوتيوب ضمن كورس البيالسي المستوى الثالث فمثل ما تلاحظ الـ i0.0 والـ i0.1 أخذ الـ Start والـ Stop والألوان البقية أخذت كل لون أدرس معين من مخارج الديجيتال أيضا الميموري اللي راح تقول بتشغيل المنظومة أخذت الـ M0.0 حتى تكون الفكرة أوضح ربطنا اللي هو الـ PC Station حتى تكون هناك واجهة اسكادة كران تايم على الكمبيوتر حتى نشاهد مبدع حمل الإشارات المرور قبل ما ننفذها على أرض الواقع فتم إنشاء سكرين وصممت بداخل هذا السكرين المنظومة الخاصة بواجهة اسكادة فمثل ما تلاحظ تم استخدام الاتجاهات الأربعة وكل الاتجاه يحتوي على إشارة مرور كل إشارة مرور يحتوي على ثلاث ألوان واحد راح يكون لون الأحمر ثاني راح يكون لون الأسرق والثالث راح يكون اللون الأخضر وتم الربط بين هذه الواجهة والكود البرمجي اللي موجود على الـ PLC بعد ذلك نفتح السوموليتر حتى نحمل الكود البرمجي على المحاكي راح أعمل داول لود لود وبعدها فينيش حالياً تحمل الكود راح أضغط مونيترينج حتى نراقب عمل الكود البرمجي بعد ذلك أذهب إلى واجهة اسكادة هاي واجهة اسكادة راح أعملها راح أضغط على ستار تران تايم حتى تنفتح لي واجهة اسكادة فمثل ما تلاحظ انفتحة واجهة اسكادة أو الـ HMI كران تايم بعد ذلك أقوم بتشغيل المنظومة من خلال الـ Start باستخدام المحاكي هذا المحاكي الـ I0.0 أول واحد فمثل ما تلاحظ اشتغلت عندي المنظومة بالكامل وعمل وعملت إشارات المرور وعملت الوقت خمس ثواني حتى تكون الفكرة واضحة للجميع والفيديو يكون قصير فمثل ما تلاحظ التنقل بين إشارات المرور أصبح واضح على واجهة اسكادة والحلو بالموضوع أنه عملت واجهة اسكادة وبرمجت الـ PLC على نفس البرنامج اللي هو الـ T-Portal إن شاء الله سيكون هناك كورس اسكادة المستوى الثاني على قناتنا في اليوتيوب بعد انتهاء كورس اسكادة المستوى الأول اللي موجود حاليا فمثل ما تلاحظ التنقل بين إشارات المرور أصبح واضح والكود البرمجي اللي هو هذا أيضا مثل ما تلاحظ عمله حتى تكون الفكرة واضحة وتشاهد مبدع عمله فمثل ما تلاحظ هذا الكود البرمجي راح يعمل بكل سهولة باستخدام الـ PLC-S7-1200 اللي برمجناه في برنامج الـ T-Portal إذا حابين نشرح الكود بشكل مفصل اكتبونا في التعليقات حتى يكون هناك فيديو أو أكثر بشرح مثل هذه الحالات أو في حال أنه هناك مشروع أكثر من أربع إشارات مرور كيف أنه نبرمجها بشكل صحيح ونضمن أنه ما يكون هناك تصادم في إشارات المرور إن شاء الله يكون الفيديو واضح للجميع ده عجبك الفيديو ولي حد الآن تتابع الفيديو الرجاع عمل لايك للفيديو واكتب إني تعليق ضمن التعليقات حتى نستمر في إنشاء المحتوى إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء